لدينا نقطة أنا لا أقول أن الإسرائيلي أصاب ملعب كرة القدم في مجدى الشمس عمدا وبرأيي لا يستطيع الإسرائيلي أن يقول أن حزب الله أصابه عمدا أمر منطي أنه إذا حزب الله بده يصيب مدنيين فيروح على المستوطنات لم أبيله على الأبعد شوي على النقية الصافية اللي ما فيها عرب فبالتالي الحديث يدور إذن عن احتمال الإصابة بالخطأ طيب من الذي يتيح ظرفه الميداني أن نحمله مسؤولية الإصابة بالخطأ؟ حزب الله أم جيش الاحتلال؟ لتصيب بالخطأ بالنسبة لحزب الله هذا المفروض أحد سببين السبب الأول أنك تكون عندك دفاع جوي لأنه السلاح الوحيد غير الدقيق والذي لا تتحكم أنت أين يسقط هو الدفاع الجوي طيارة صاروخ عم تواجهها بصاروخ دفاع جوي قبة حديدية أو صاروخ إطلاق دفاع جوي مثل السام 2 سام 3 أو مثل صواريخ الكتف اللي عم يستعملها حزب الله مؤخرا هذا ما بيصيب الهدف اللي هو طالع له بده ينزل على الأرض لكن أنت لا تستطيع التحكم أين ينزل لأنه أنت بالأصل عم توجه على الهدف الجوي وهنا تقع احتمالات الخطأ هذا النسبة الأكبر من احتمالات الخطأ وعنا بعتقد أنه أي واحد بيرجع اليوم للسجل أنا نشرت على المنتدى على صباح القدس وعلى سيف القدس وهذا جدول لعلى الأقل 8 مرات من طفان الأقصى لليوم إصابات وحرائق وجرحة وشظايا ناتجة عن سقوط صواريخ القبة الحديدية شي بسديروت شي بعسقلان شي بالجليل الأعلى والإسرائيليين اعترفوا فيها حزب الله لم يطلق دفاع جوي إلو مدي يعني إلو على قليل عشر طيام خمسة عشر يوم ما في عنده ولا إطلاق دفاع جوي فإذا احتمال الخطأ بالدفاع الجوي عند طرف حزب الله غير وارد عند الطرف الإسرائيلي أكيد وارد لأنه كل يوم حزب الله عم يطلق عشرين ثلاثين أربعين مرات مية بين صاروخ وطائرة مسيرة عم يتعامل معها الإسرائيلي بالقبة الحديدية يعني بصواريخ الدفاع الجوي التي احتمال أن يفلت أحدها بعد أن يفشل بإصابة هدفه ويسقط في منطقة ويؤدي فيها إلى أضرار إذا كان فيها ناس إذا كان فيها بناء إذا كان فيها هذا فإذا هنا عم بحكي علم وتقنيات الاحتمال الثاني اللي صار بالألفين وستة مع حزب الله لما قصف يافة عكة عفوا وأدى القصف إلى إصابة مواطن عربي أو استشهاد مواطن عربي خرج حزب الله وقال نحن ونحن المسؤولون ونحن نعتذر ونحن نعترف بالخطأ ونحن مستعدون لفعل أي شيء يمكن أن يرضي أهل الفقيد للتكفير عن هذا الخطأ ومن يومها أخذ قرار سماحة السيد بمنع استهداف المناطق التي يمكن أن يكون فيها عرب حتى من باب حتى إذا في موقع إسرائيلي عسكري حيوي حوله منازل عربية ما بنا نقرب عليه خلاص شيلوا لأنه هذا أمر لا نتحمله لا دينيا ولا شرعيا ولا أخلاقيا ولا إنسانيا ولا وطنيا ولا قوميا يومها كانت صواريخ بسبب الله غير دقيق كانت يعني الإطلاقات اللي أنه بدائرة الخطأ من خمسمائة متر إلى خمسة كيلو ماتر لأنه عم تحكي كاتيوشا كل ما بتبعد بتصير فرضية أن يشرد الصاروخ قائمة وكل العسكري بيعرفوا هذا الحكي يعني أنه بس تكون عم تطلق على الأربعة عشر كيلو مثلا راجمة جراد فدائرة إشعاع الانتشار تاع الصواريخ خمسة كيلو وبالتالي إمكانية التحكم هون غير قائمة اليوم حزب الله يطلق صاروخ صاروخ ويطلق دقيق وخصوصا الذي يمكن أن يصل إلى مجدى الشمس ما بيكون إلا دقيق لأنه مش السبعة كيلو والثماني كيلو والعشر كيلو تاني شيء هلا رحقول تاني شيء أكتر مرة بس مش معناته بيكون تاني شيء بيكون رابع خامس سادس سابع كم حط كلام يعني تاني شيء مجدى الشمس خلي نجي على الجغرافيا تقع في الجغرافيا الاحتمالية لصاروخ خبة حديدية أنهى مهمته ويسقط إذا أخذت على الإطلاق من أطراف طبريا ففيه احتمال أنه يسقط بمجدى الشمس إذا أخذت الإطلاق لصاروخ أطع منطقة الإطلاق يعني رايح باتجاه العمق الفلسطيني المحتل والصاروخ أطلق عليه مش بوقت إطلاقه أطلق عليه بعد أن تمت ملاحظته من القبة فصار في الوجهة يعني إذا أنت عم تطلق مثلا من منطقة نهارية والصاروخ جاي من منطقة صور فأنت وياه على سمت واحد هو رايح على الجولان يعني رايح على طبريا فالصاروخ اللي طالع ضده بدون ينزل بمجدى الشمس أو ممكن ينزل بالأراضي السورية يعني بالجزء السوري المحرر مش بالجزء السوري المحتل فالإحتمالية الجغرافية غير قائمة بل هي قائمة بالنسبة للإسرائيلي تالتا تانيا لبدكنية مجدى الشمس عم نحكي عن بلدة على الحدود السورية يعني المحررة هي بلدة سورية في الجولان المحتل لكن هي على الحدود يعني أنه أنت بعد شوي ممكن الإطلاقة توصل بقلب الأراضي السورية شو فيه حواليها ولا شي شو هي احتمالات أنه أنت عم تستهدفها بصاروخ وأخطأ بالإعدادات يا أخي الرامي كيلو اتنين خمسة أقرب هدفه ممكن تستهدفه لهلأ أرجعوا وخدوا خريطة الاستهدافات لعملها حزب الله في كل منطقة الجولان تقع على سفح الجولان وفي المنطقة الغربية من الجولان أنت عم تحكي بأقصى شرق الجولان شو بدوا ياخدوا حزب الله على أقصى شرق الجولان أصلا الإسرائيلي بالعقل وبالمنطق للي ما عنده معلومات واللي بيشوف الهدهد اتنين اللي كشف فيه حزب الله عن مواقع إسرائيل في الجولان أقرب واحد للحدود 10-12 كيلو ماتر للحدود السورية المحررة مجدى الشمس على الحدود غلطة 12 كيلو بصاروخ من حزب الله يعني لا تواقزون صعب تصديقها 12 كيلو طيب ما هو طلع الهدهد اتنين وفرجانها وان هي المواقع طيب للي ما بيعرف أنه هاي المعلومات صحيحة وبيقول لا يمكن طلع له معلومة بالعقل هل يمكن لإسرائيل أن تضع هدفا ثقيلا على مقربة من الحدود مع الدولة السورية يعني بخط اشتباك المنطق بيقول أنه أكيد لا قد ما فيك بتبعد عن الجبهة وتنزل بتحت الأرض وإلى آخره وبالتالي عم نحكي عن احتمال الخطأ هلا بنجي كمان حزب الله مدنيين إسرائيليين لم يستهدف طيب إذا أرر يستهدف أنه معلشين يعني هذا شو بيأدي ليش عمقولة هاي مش لأقول أنه أخلاقيا يستحيل أن يستهدف فقط هذا سبب مهم وأساسي لكن عمقول في سبب جوهري للتدقيق في عدم سقوط مدنيين بأرار عند قيادة عمليات المقاومة مش لأنه المقاومة تعترف بوجود مدنيين في الكيان المقاومة تعتبر كل المستوطنين عسكر هو مشاريع جنود وجيش وهذا لكن في المعركة التي ربحتها فلسطين في الرأي العام الغربي لا يجد حزب الله أن هناك مصلحة بالتشويش على هذه المعركة ومنح الإسرائيلي فرصة للقول وهم أيضا يقتلون المدنيين وبالتالي يدكق إذن لما عم يرمي لأنه عنده سبب سياسي ليكون منتبه أنه ما يأذي مدنيين من المستوطنين عم بحكيه فما بالك من العرب وما بالك من مجد الشمس فإذن الصاروخ لما بتنعمل إعداداته بتمرق على واحد واثنين وخمسة وعشرة للتدقيق لهذا الاعتبار مش لأنه هذه أرض مفتوحة وينما صبط فيها بتصيب مش صحيح واللي بيراجع عشر شهور عشر شهور حتى لما الإسرائيلي بيسميهون مدنيين بيكونوا متعقدين مع الجيش أنه اللي طالعين بسيارة لأنه هربانين ما يطلعوا بالسيارة العسكرية واللي على رافعة لما تعلق كاميرا أن شركة هندسي مستأجرة من الجيش فهو سميهون هو مدنيين لكن لم يطلق حزب الله صاروخا واحدا بعشر شهور على منطقة تجمع مدني سكاني إلى آخره وحتى أخيرا لما قال تفعيل معادلة المدنيين بالمدنيين ما قال بهذه الطريقة قال على لسان سمحت السيد أنه سنستهدف مستوطنات لم تستهدف من قبل ولما استهدف مستوطنات لم تستهدف من قبل عاد إلى استهداف مواقع عسكرية فيها فهو لم يدخل حتى مع المستوطنين اليهود الصهاينة حذر وبالتالي هذا الحذر مش فقط هو حذر سياسي هو حذر عملياتي هذا بينصرف بغرفة العمليات بوضع ضوابط هيك تشتغل الجيوش والمقاومة من أرقى الجيوش احترافا تشتغل بأنه لما بتقول انتبهوا بتحط آلية لكلمة انتبهوا آلية لكلمة انتبهوا يعني يكون في أكتر من مستوى في المراجعة قبل الذهاب إلى التنفيذ العملياتي للتحقق من أن هذا الإطلاق لن يصيب الأهداف المرسومة والأهداف المرسومة منها تفادي إسقاط مدنيين فإذا لدينا سبب إضافي أيضا ستة سبعة مش مهم بتجربة حزب الله لما بيقع بخطأ وبيكون مسؤول عنه لا يجبن عن الاعتراف بيطلعوا بيقول نحن عملنا بين حزب الله وبين إسرائيل نسبة الأخلاقية ما عم بحكي نسبة الأخلاقية بالإجرام فقط أنه حزب الله لا يرتكب جرائم عنده حساب دقيق للدم لشرعية الدم لحلة الدم الإسرائيلي ما عنده مشكل بيقتوا اليهود إذا استدعى الأمر وفي تاريخهم فعلوا هذا يعني الهجرة على فلسطين جزء منها تم بتفجير مثل ما كتبوا مذكراتهم كبار المؤسسين للكيان أنه كيف كانوا يفجروا حنات وكيف كانوا يفجروا محطات قطار وخيام نازحين يهود لا يقولون لهم ما في حل إلا تروع فلسطين مؤخرا يا أخي التحقيقات لعملتها الشرطة الإسرائيلية مش نحن عم نتبلاهن هم قتلوا المستوطنين في غلاف غزة بالمدافع الدبابات حكاها أحد الضبابات قادت وحدة الدبابات التي دخلت غلاف غزة بعد ست ساعات من العملية نتبلغنا عن عدد من المنازل من البيوت لا يزال فيها مسلحين من حماس يحتجزون عددا فطبق مبدأ هنيبعل وضجط به الصحافة الإسرائيلية طيب هديك اليوم ما أتلوا هؤلاء الأسرى اللي كانوا بدوا يسلموا حالهم بغزة يعني الإسرائيلي مع مدنيين عرب يعني أصلا حتى العرب اللي بيعتبرهم أنه عرب إسرائيل هو ونحن نعتبرهم عرب فلسطين المحتلة عرب 48 هو ما شايل عنهم تصنيف القوييم يعني هو ما بيعتبرهم أنه هني من المبشرين بالخلاص وبأرض الميعاد وبيعاملون كاليهود لهلأ أصلا طريقة التعامل مع ضحايا الصاروخ في مجدى الشمس ما إلا علاقة بالاستخدام السياسي إيه لا يقول قوة الردع وإسرائيل وبدوا يضرب حزب الله وهدي ممكن تعطيق خارجي لكن عم بيحكي في المعاملة الإعلامية هذا يهود كان الأمر يعني يوم ثلاثة أيام حداد بإسرائيل فلذلك أكيد ما بيعني يعني المدنيين عنده مش هم المدنيين اليهود مش هم فما بالك بالمدنيين العرب سواء كانوا تحت الاحتلال أو لا لكن عم بيحكي على المستوى الأخلاقي مش هذا عم بيحكي على المستوى الأخلاقي أنه هل تخفي إسرائيل إذا قامت بفعل تنكره أو يا لطيف قداش اللائحة طويلة حزب الله لا يمكن ممكن ما يطلع بيان عن عملية هو عملها بس ما ممكن أنا عم بيحكي هلأ كخبير في شؤون حزب الله أنا يمكن بيعتهد من اللي عاملين كتاب عن حزب الله فبسمح لحالي إذا بدي أدم حالي أنه وحدة من الصفات أنه خبير في شؤون حزب الله ليس في تاريخ حزب الله مرة ممكن أي نعم مرات يعمل عمليات وما يطلع بيان لكن لا يمكن أن ينفي مسؤوليته عنها بيهرب من السؤال أما عندما يصدر بيانا ويقول لا علاقة لنا بالذي جرى فقولا واحدا لا علاقة له بالذي جرى بالحالة الإسرائيلية لا الأمر مش هد ممكن الإسرائيل يصمم يعمل ويكون بيان النفي على كعب التنفيذ يعني يمضي المسؤول للأرارين سوا أرار تنفيذ العملية وبيان النفي معها لأنه الوظيفة تستدعي ذلك أنه هؤلين اللي هؤلون وظيفة منعمل عملية ومنسحب إيدنا ومنقتل القتيل ومنمشي بجنازته ما في مشكل لذلك أنا شخصيا أقول يجب ألا يساورنا شك أدنى شك بالمحاججة العلمية بالمنطق بالحساب التقني أنه طالما وقع هذا ما بدي يروح أنه هذه مؤامرة ويمكن في حدا بيقول عبوي فجرات في حدا بيقول لا صاروخ أطلق عمدا أنا بدي يروح على الحد الأدنى 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 بدي يقول هذا صاروخ بالخطأ لكن يعرف الإسرائيليون هلأ راح أجيب مجموعة من الأدلة الحسية اللي حضر منكم مبارح قناة العربية أثناء التغطية مراسلة قناة العربية وبعتقدم سجل فيديو ما بعرف إذا شيلوه عن اليوتيوب مراسلة قناة العربية تقول على الهواء ما لحوا يسكتوها بالعربية تقول إن أحد المسعفين في نجمة داود الحمراء أبلغها أن هذا الصاروخ من القبة الحديدية ونقلتها على الهواء اتنين أحد أصحاب المواقع المشهورة ميركير كذا بكيان الاحتلال بيقول إنه حتى اللحظة لحد مبارح نص ليل أتلقى تهديدات من الجيش ومن أجهزة الأمن لسحب النص الذي كتبته والذي أقول وأنا آسف سأضطر إلى سحبه الذي أقول فيه إن الصاروخ الذي سقط في مجدى الشمس هو من صواريخ القبة الحديدية بعد الظهر يعني بعدما وقع الحادث شي ساعة 8 تقريبا بيطلع وأنا كنا مبارح نحنا على بعد التسعة لا بعد بالتماني لأنه نحنا كنا تسعة مبارح على منتدى شباب سيف القدس وأنا قلت لهم إنه هلا بعدني سامع يعني بعدني عم بقرأ خبر بيقول إنه المسؤول عن العلاقة بالمراسلين الأجانب في دائرة إعلام الجيش أبلغ المراسلين أننا نقوم بفحص فرضية أن يكون الصاروخ من صواريخ القبة الحديدية طبعا إن شاء للموضوع بعدين فإذن هاي وقائع إلى علاءة بالملموس والمحسوس نستطيع أن نقول بضمير مرتاح أن الصاروخ من صواريخ القبة الحديدية هلا الإسرائيلي بدوا يستثمروا بدوا يستغلوا ماشي لا نشوف هلا لوين في استثمروا ولوين في استروا ترجمة نانسي قنقر